بعد 47 يوم من العدوان الغاشم على أهلنا في قطاع غزة في أخبار إيجابية ومباشرة حركة حماس أعلنت تفاصيل اتفاق التهدئة مع الاحتلال الإسرائيلي اللي تم بوساطة وجهود نصرية وقطرية من اليوم الأول للعدوان الحقيقة أنه قالت الحركة في بيان صدر عنها النهاردة الفجر أنهم توصلوا لاتفاق هدنة إنسانية وقف إطلاق نار مؤقت لمدة أربع أيام وقف كل الأعمال العسكرية لجيش الاحتلال في كل مناطق قطاع غزة أيضا وقف حركة أرياته العسكرية المتوغلة في قطاع غزة الاتفاق كمان جمانا بيتضمن إدخال مئات الشاحنات الخاصة بالمساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية بالإضافة للوقود لكل مناطق قطاع غزة بلا استثناء سواء في شمال القطاع أو في جنوب هان وكمان أيضا تضمن الاتفاق إطلاق صراحة 50 من محتجزي الاحتلال من النساء والأطفال دون سن 19 عام مقابل الإفراج عن 150 من النساء والأطفال الفلسطينيين اللي موجودين في سجون الاحتلال دون سن 19 عام وعدم التعرض لأحد أو اعتقال أي حد في كل مناطق قطاع غزة وكمان حرية حركة الناس من الشمال لجنوب على طول شارع صلاح الدين حبينا نبدأ جمانا مع مشاهدينا بهذا الخبر المبشر عن قطاع غزة إن شاء الله اتفاق التهدئة أو الهدنة يكون بداية لوقف كامل لإطلاق النار ووقف هذه الحرب الهمجية على قطاع غزة والوصول لعملية سياسية هدفها هو حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية مرة تانية بنصبح على حضراتكم وصباح الخير يا مصر ترجمة نانسي قنقر